اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سامو عمار في زمن الكورونا ازاكي عمار اشتريت برميل بترول ولا لسه؟ انا هلأ حاليا عم بدخل بمخاوضات مع شركة البترول لحتى يخزنوا البترول عندي عم شوف قديش بني يدفعوا لي بالخيئة على البرميل لحتى يخزنوا عندي كلنا هنفتح بيوتنا بزين البترول بماء انهم بيتدوب مش بس ببلاش لا وهيتفعوا لك فلوس دلوقتي علي يعني ازمة البترول في العالم بتخلينا اتكلم عن مازلنا مع استمرار ازمة الكورونا وتأثيرها علينا والسؤال المطروح دائما مسئولية مين في مجلة ألمانية ابتدت بان هي عملت فطورة مفروض الصين تتفاعل ألمانيا تجد ان الصين مسئولة هل الصين مسئولة على الفيروس ولا ده خطاب يعتبر عنصري هلأ في كتير من الناس ممكن يعتبروا انه محاولة لو من الصين عم يجي من المنطلقات عنصرية بالحقيقة وعم يركزوا كتير على تصريح ترامب كيانه هذا هو الفيروس الصيني او فيروس وهان بس بالحقيقة لازم نخط هذا الموضوع على الجنب لانه سؤال مشروع فيه اسباب مشروعة حول موضوع طريقة تعامل الصين مع هذا الفيروس مو اول مرة بالحقيقة بيجينا فيروس من الصين وبيكون السبب هو اهمال الحكومة الصينية بتبليغ العالم بالحقيقة بالوقت المناسب على انه في عنده الوباء عم ينتشر ولازم يتم مكافحته فيه ضرورة بالحقيقة انه نركز على البحث على موضوع اصل هذا الفيروس بشكل علمي وموضوعي ومسئولية الحكومة الصينية عن الموضوع لحتى ما يرجع يتكرر هذا الامر لانه هاي المرة التانية احنا لما بنتكلم على مسئولية الصين بنتكلم عن مسئولية الحكومة الصينية والحزب الشيوع الصيني ولا نتكلم عن مسئولية لمواطنين صينيين عشان ينتج عنها هجمات عنصرية ضدهم او اي شكل من ده لكن لما بنقول الفيروس الصيني او فيروس وهان لان احنا عندنا مشكلة بدأت هناك لان سلوك الصين ساهم فيها ولان فيه محاولة النهاردة الصينية لاخفاء هذا والتصوير الامر انه مالوش علاقة بيه وده اللي محتاجين نتكلم عنه خلينا نبتدي من اول حاجة من بداية الفيروس نفسه احنا عندنا قصة رسمية صينية تم قبولها حول العالم لفترة طويلة تتعلق بسوء للحيوانات اكل وطوات واللي عمل حاجة مع الطوات نتج عنها ان انتشر الفيروس اللي موجود في الوطويت في البنات النهاردة القصة دي اصبح فيه شكوك حواليها يعني هاي القصة بالحقيقة تستحق انه نوقف عندها شوي لانه هي الرواية الرسمية الصينية بس من الواضح انه فيما بعض صار في اكتشاف بانه بالاساس ما في كان خفافيش عم تنباع بهذا السوق وحتى لما بدك انت تعمل صورة الخفافيش انت بالعملية حتحط الفيروس على النار فهذا الشيء حيقدي لمقتل هذا الفيروس فاذا في عندك مشكلة مع هاي الرواية الرسمية وصار لازم بالحقيقة نطلع للتسريبات اللي اجتنا الاستخباراتية بشكل موضوعي اكتر اللي عم تحكي عن انه نتيجة الاهمال بادارة مخبر ووهان اللي الدراسات البيولوجية هو اللي ادى الى تسرب هذا الفيروس حلينا نشوف هذا التقرير موسيقى التقرير بيركز على كذا نقطة هنا فكرة انه كان فيه تحذيرات دبلوماسية موجودة من قبل كده من سنتين من يناير 2018 حوالين اجراءات السلامة لفت انتباهي كمان في تغطية الصخف الامريكية لهذه التحليلات والمعلومات براس فكرة محاولة الصين البحث عن الرياضة انه احد اسباب اهمال اجراءات السلامة النسين بتحاول يعني تكاتشاب لامريكا انهما يلخقوا بامريكا انهما يبقوا متقدمين علميا بنشوف ده في شكل تكنولوجي في اهمال حقوق الملكية في كل حاجة كده بنشوفه هنا في حالة الفيروس فنسين بتهمل كل اجراءات السلامة عشان نصرع ونكتشف بصورة الفيروس يعني الغريب بالموضوع انه هو المخبر بحد ذاته طبع وهان بنون فرنسيين بالاساس يعني فهو فيه تعاون غربي بالموضوع في دول الاوروبية في امريكا بحد ذاته بالحقيقة عن طريق مركز الاوبيا هون السي دي سي عم يدخلوا بادارة الموضوع وعم شاركوا بالابحاث ما فيه مشكلة مع الابحاث بحد ذاته نحن فيه اسبابك جدا مشروعة لتصير ابحاث من هذا النوع تطوير الادوية معركة كيف الامراض تنتشر الى اخره من اسباب علمية مشروعة بس المهم انك تتقيد بتعليم السلامة وتتقيد بتعليم ابلاغ الحكومات لما يصير فيه عندك مشكلة ده مختلف عن نظريات المؤمر يعني فيه نظريات مؤمرة بتتحدث حول سلاح بيولوجي تم استخدامه لابعاف امريكا لابعاف غيرها لكل هذه الخيالات اللي موجودة عند المغتنعين بالكلام ده ده كلام غير علمي ومش ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا مش بنتكلم ان الفيروس ده كان سلاح بيولوجي بنتكلم انه هو كان بيتم تجارب عادية جدا في المختبر وتصرب بالخطأ كماما واللي بيخلينا متأكدين من ده ان الدراسات العلمية عن طبيعة الفيروس ان ما حصلش تدخل انساني في تغيير طبيعة هذا الفيروس نحن لازم ننتبه لهذا الموضوع بالحقيقة نحن مو الهدف من خلال هذا التحليل انه والله نعمل في دعاية ضد مضادة للصين الهدف هو تبيين المسئولية وتبيين الحقائق لحتى نعرف كيف نتعامل مع الموضوع بالمستقبل اذا الصين ما دفعت ثمن اهمال هالمرة هيرجع يتكرر هذا الموضوع هاي المرة التانية اللي بنتشر فيها فيروس على نطاق عالمي بسبب اهمال الحكومة الصينية لشروط السلامة وبسبب اهمالها لديبلوماسية دولية وابلاغ العالم بالوقت المناسب شو عمصير في مشاكل خلاف حوالين بداية الفيروس جمنين بين الرواية الرسمية الصينية وبين دلوقتي المعلومات اللي كل يوم بتزيد عندنا واللي اعتقد ان هي هتخلينا نقدر نعرف فعلا ايه اصل الموضوع لكن ده كوم وتعامل الحكومة الصينية مع الموضوع كوم تاني خالص يعني احنا عندنا من الاول مش مجرد اهمال عندنا محاولة مضبرة لإفاء الموضوع والتعامل مع الناس اللي كشفت عنه واللي دفع التمندق موسيقى 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 هو هذا الاسلوب بالتعامل التعتيم لدرجة انه حتى الطبيب اللي كان مسؤول عن إبلاغنا بالموضوع لما يصاب بالفيروس لا نعرف إذا طلاقة العلاج المناسب انترك انه يموت على ما يبدو ففي عندك مشكلة هنا يعني بدل ما يكون هذا الانسان بالحقيقة عم يحتفل فيه كبطل عم يتعامل معاملة مجرم يعني احنا عندنا خطوة ورا خطوة مقصودة لإخفاء الموضوع عن العالم عندنا دلوقتي المعلومات بتقول ان اول حالات غالبا كانت فيه نهاية نوفمبر 2019 او بداية ديسمبر أثدوا قد ايه علشان ينتبهوا لدان طيب انتبهوا لوجود اول خلاة عملوا ايه بعد كده بلغوا مين كل الخطوات عندنا مقاسي بتحصل في الصين يعني الدكتور بيكشف عن الموضوع يوم 30 ديسمبر يوم 3 انير بيقبضوا عليه وبيمضوا على ورقة اعتراف رسمي ان هو بينشر الاشاعات والمؤمرات ضد الصين تايوان بتنتبه ان الموضوع بين البشر من يوم 30 ديسمبر الصين بتبلغ العالم انه بينتقل بين البشر يوم 20 يناير طب اعته 20 يناير 21 يوم ما بتقولوش ليه فرض خزر على الصفر الداخلي في وهان وعدم فرض على الصفر الخارجي للعالم كل الدولي بل عملت مقدبة في وهان لمتين الف بني ادم بعد ما انت عرفت ان الفيروس بينتقل بين البشر طب لو كان ده مش اهمال ومسؤولية يبقى ايه طيب بس بـ 14 كانون الثاني بصير في عندها تشغلة كتير هامة منظمة الصحة العالمية احد الخبيرات الامريكيات العامل بتعمل تغريدة او تصريح بانه الفيروس بانتشر بسرعة بين الناس بنفس اليوم العنوان الرسمي للتويتر لمنظمة الصحة العالمية بيقول انه ما في دليل واضح على انه بينتقل بين البشر هم بتشوفوا الصراع بمنظمة الصحة العالمية ما بين تيار امريكي بالحقيقة بتهموا مصلحة الناس وما بين تيار الصينية بدافع عن الرؤية الصينية للأمور احنا هنتكلم عن منظمة الصحة طبعا وعن دورها بس قبل ما ننهي حدثنا حول التعامل الصيني مع الفيروس احنا عندنا طبعا اعداد الموتى يعني قعدنا في ارقام واضح جدا بعض الارقام اللي بتشوفها من دول تانية في العالم انه دي ارقام غير حقيقية تماما بل هناك دلائل على ده من خلال عدد الجثص اللي بترجع لاهلها في منطقة وهار وغيرها وبعدين فجأة الصين تجي من يومين وتقدم لنا هذا الاعلام ليصبح اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة 50333 حالة بعد التعديل وتمت زيادة 1290 حالة وفاة ليصبح اجمالي عدد حالات الوفيات 3869 حالة بعد التعديل يعني نحنا بنعرف انه الارقام بالحقيقة اكبر بكثير من هيك بس هو كتير هام انه نشوف انه الحكومة الصينية بالاخير اضطرت تعترف يمكن لأسباب محلية بالحقيقة انه الاعداد السابقة كانت كتير قليلة بس حتى مع هذا الزيادة بالحقيقة بيضل اعتقد الرقم اقلب كتير من المتوقع حسب المحلات المتوقع لا يعني 1300 واحد احنا نسينا ناخد بالنا غلط في الجامعة يا جماعة الموضوع مش اقعد يوم ورا يوم كل ما الضغطة هيستمر على الصين كل ما هنبتدي نشوف ارقام حقيقية ومش التهريج اللي هم بيقدمهون الصين مسؤولة عن الفيروس بس ياريت المسئولية الصينية كانت فقط في تعاملهم داخل الصين والعملوه واخفاء المعلومات ومعاقبة الصحفين اللي ما زال مستمر لغاية النهاردة مع اختفاء الصحفيين والناس اللي بتكشف عن حقيقة الوضع في الصين بس المسئولية الصينية ما بتقفش داخل الصين فقط المسئولية الصينية ايضا امتدت الى دور منظمة الصحة العالمية ترامب اخذ قرار صدم الناس ان هو قطع المساعدات او التمويل الامريكي لمنظمة الصحة العالمية وطبعا ده ادى الى انتقادات لترامب well i think it's disgraceful of course what trumpe is trying to do is to shift the blame for the united states failure to control the epidemic to who or to china or to anyone that he can do so يعني ملقوا غير هذا الزلمة الحقيقة 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 احنا بس اريد انه وضح ان ده ضيف على التلفزيون الصيني جايبينه علشان يهاجم ترامب والصدفة البحتة انه واحد انت احتمل تكون سمعت عنه عمار سمعت عنه يعني هذا الانسان اللي من متهم الحكومة الامريكية من ايام اوباما انه هي بالحقيقة بالسورية عم تتآمر ضد النظام وانهم عم يعملوا حرب لتغيير النظام السوري وعم يدعوا للسلام والقبول بالعمليان بالنظام وقف هاي الحرب الامريكية على النظام السوري يعني انسان والتفكيك في الهجمات الكيميائية وغيرها يعني انسان جدا قميء الى درجة كتير كبيرة بس كتير حلو انه منشوفهم انه كل هدول الناس اللي انكروا الهجمات الكيميائية اللي دخلوا بنظرية المؤامرة المتعلقة بسوريا هلأ كمان عم يدخلوا بنظرية المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا وانتشاره ومسلوليات الحكومة الصينية يعني شوف عن مين عم يدافعوا ومين عم ينتقدوا وبتعرف الحقيقة اي نوعية من الاشخاص يعني الحلوين كلهم الجماعة مع بعض فيه احسن من كده بس القرار بتاع ترامب ان انت تقطع المساعدات في وقت فيه ازمة صحية في العالم كله ده قرار صعب جدا لكن لما تسمع الاسباب الامريكية تعرف مثلا ان امريكا قدمت مجموعة من الطلبات لمنظمة صحة العالمية ومنظمة صحة ما عملتش عزيز طلبات طلبات تتعلق بقبول تايوان في المنظمة والتعاون معها طلبات تتعلق بتوفير عينات من الفيروس من اول حالات في الصين عشان نقبل نفهم هذا الفيروس ونظمة الصحة بتغطي تماما على الصين زي ما بتشوف هذا التقليل الاجراءات التي اتخذت في الصين مذهلة لمواجهة الازمة كنا سنرى كثير من الحالات خارج الصين الان لو ان الحكومة الصينية لم تقم بجهودها لحماية مواطنيها وحماية العالم يجب الاشادة بالحكومة الصينية لاتخاذها اجراءات استثنائية لاحتواء انتشار المرض يعني مو باستجاهل للطلبات الامريكية كمان فوق كل هذا الشيء مدح للحكومة الصينية اللي كذبت بالحكومة على منظمة الصحة العالمية وخبت حقائق عنها من بداية انتشار هذا الفيروس وعم تتهم كمان امريكا فوق كل هذا الشيء بانه هي المسؤولة عن نشر الفيروس يعني بعد كل هذا الشيء وبدن يحصلوا على دعم امريكي اللي انا خايف منه بس من قرار ترامب انه تجي الصين هلا وتقول نحنا منعود منظمة الصحة العالمية عن وقف المساعدات الامريكية ما هنن عندن مخزون مالي كتير كبير بالحياة الصين هذا هو منبع السلطة طبعا حاليا عالميا اذا عملوا هذا الشيء هيدعف النفوذ الامريكي كتير الناس بتستغرب ليه منظمة دولية ممكن تبقى خضاءة على الصين لهذه الدرجة الاجابة بسيطة جدا اجابة تتعلق برئيس هذه المنظمة باعداء او الموظفين في هذه المنظمة وتتعلق بكيفية عمل البيروقراطية الدولية بالنسبة الرئيس المنظمة وزير الصحة ووزير الخارجية الأثيوبي السابق هو التهم من قبل النيويورك تايمز قبل توليه منصبه انه قام باخفاء معلومات حول انتشار امراض داخل أثيوبيا نفسها في الوقت اللي كان هو فيه وزير الصحة بالنسبة لدور البيروقراطية في نهاية الأمر دول موظفين ومحتاجين يرجعوا لشغلاناتهم في دولهم بعد كده ومش عايزين يغضبوا الحكومات بالنسبة لعمل للأمم المتحدة ومنظمات زيها زي منظمة الصحة فهم مضطرين للتعاون مع الحكومات وإلا الصين هتطردهم ومش هيضروا يشتغلوا أصلا كل العوامل بتؤدي ان منظمة الصحة العالمية مؤيدة للصين تماما بل أسوأ من ده عندنا رئيس للمنظمة اختار روبرت موجابي الصفاح بتاع زي بابوي كسفير للنوايا الحسنة للمنظمة وما تشفش فيه أي مشكلة في الموضوع ده لغاية مشكلة في الجرائب يعني هاي القصة مع المنظمات العالمية خاصة طبعا للممتحدة حد الله مستمرة لأنه تركيبة الممتحدة عم تسمح بهذا الموضوع بس نحن منشوف أنه بعد ما أعلن ترامب عن وقف الدعم للمنظمة الصحة العالمية كيف بأحد المؤتمرات صاروا الكل يقولوا اسم تايوان بعد ما كان محرم عليهم أنه يقولوا أنه فيه مدولة اسم تايوان وتعاونت معنا ونباهتنا من البداية على موضوع انتشار فيروس كورونا هلأ صاروا إيه؟ لا نحن نشكر تايوان وجهود تايوانية ونحن عم ننسق معهم من البداية يعني فعلى ما يبدو أن الضغوط بتجيب نتائج بالحقيقة وأنا برأي في معركة ضمن كل منظمة دولية قادة على الممتحدة ما بين الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية ما لازم نتخلى عن هاي المعركة ما لازم نخلي الأمم المتحدة تفضع بشكل نهائي لسيطرة الصين وروسيا وغيرها من الدول اللي حقوق الإنسان ما بتعنيها بشيء انت عندك أمل في هذه المنظمات وشايف أن احنا نحارب علشان نغيرها أنا ربما أقل أملا وشايف أن ربما بعضها الأفضل هو غلقها تماما طبعا الصين وجهة نظرها في تعاملها مع الفيروس وفي الانتقادات المهاجهة لها مختلفة بعض الشيء عن اللي احنا بنقوله في البرنامج الرد الفعل الصيني على هذه الانتقادات بيتقسم ل3-4 حاجات أول حاجة طبعا هي إبراز القيادة العظمى للزعيم الصيني ودوره في إنهاء الأزمة في الثاني والعشرين من يناير طالب الأمين العام سي جي بيم بمنع خروج الناس من مقاطعة هبي بشكل صارم وهكذا قرار يحتاج إلى شجاعة سياسية كبيرة الرئيس في القائد المعظم مخلص الإنسانية من شر الكورونا وشر الإنسانية نفسه يعني بده إنهاء الإنسانية طالب الأمين للإنسانية الشيء الظريف في هذه البروباجندا اللي بيقدمها لنا التلفزيون الصيني اللي متحدث بالعربية إن أنا ممكن أفهم إن أنت تضحك على سكان الصين داخليا وتقولهم زعيمهم عمل إيه هل حد متخين إن الخطاب يعني ركيك لهذه الدرجة يستطيع إنه هيقنع الناس مثلا هل مثلا المصريين هيعلقوا صورة الزعيم الصيني في مكاتبهم مثلا باعتباره قائد الملهم يعني إحنا برضه أكلنا من الكلام ده كتير من عبد الناصر لصدام للأستاذ خافز على أحد هذه الفيديوهات بالحقيقة اللي منشوفه على القناة الصينية الناطقة بالعربية منشوف تعليقات من نوع نحن لا نثق أصلا بالإعلام الغربي الحكام العرب عبيد لأمريكا لكن نحن الشعوب نعرف الفرق الصين قمة لا حدود لها وتعليقات أخرى من هذا النوع اللي بتدل على أنه في عنا شهية بالحقيقة للخطاب الصيني طالما فيه معادات لأمريكا وإحنا بنشوف حملة ممنهجة صينية من البروباجندا الموجهة تجاه العالم الجزء الأول منها هو يعني إبراز الدور العظيم لقيادة الصينية أو أن زي الصين نجحت في القضاء على الفيروس والكذب بالنسبة لي تعامل الصين مع الفيروس بس عندنا جوانب أخرى من هذا الرابط بتاع ده كله إن إحنا عندنا حملة ممنهجة الصين بتعملها النهاردة الصين ما زالت في خطواتها الأولى في البروباجندا عندنا الروس بيعملوا أحسن من كده بكتير الصين ما زالت بتتعلم منهم ربما القناة الصينية بالعربية ما حدش بيتفرج عليها لكن ابتدت تبني جمهور وابتدت تطرح هذه البروباجندا الصينية الجانب الثاني طبعا من البروباجندا اللي بتقدمها الصين تتعلق بيه وساعدتها للعالم كله تشمل المستلزمات وعشرين ألف كمامة آن خمسة وتسعين وعشرة آلاف لباس واق وعشرة آلاف كاشف عن بيروس كورونا الجزد يعني المساعدات ما بارت إذا انت شفت المساعدات اللي بعتوها للسورية عبارة عن سندو طبعا البتين على قد المحبة على قد يعني اسمع مع ذلك برجع بقول انه هاي البروفانغاندا الى ناس ممكن يسدهوها بس من جرد كراهية أمريكا برجع لأحد التعليقات اللي انترك على أحد الفيديوهات انه الصين دولة عظيمة وإنسانية إنسانية عرفت ولا انت استسلم أمدا كعدد انتباعات اللي انتباعات طبعا هي دي للأسف احنا معميين بكراهيتنا الأمريكا والناس عايشة في حلم ان ياريت الامبراطورية الأمريكية تنتهي خضرتكم لو الامبراطورية الأمريكية اللي مش موجودة غير في خيالكم انتهت فعلا ولو امريكا وقعت هيبقى مأساة ليكم هتعيشوا عصور أظلم بكتير قوي من الاستعمار الحقيقي من الصين زي ما اتكلمنا في حلقات تانية لكن الرد الصيني والبروباجندا الصيني ليست فقط في ابراز الدور الإيجابي للحكومة الصينية ليست فقط في تقديم مساعدات حقيقية وبروباجندا للشعوب وزي احنا بنساعدكم بل ايضا محول للغم امريكا وتقديم ان ربما امريكا هي اللي عملت الفيروس اعطت وسائل اعلام القربية كل لأسباب ما اقول للاقص الابلاغ ان الحالات والمثايات ناتج انكرونا في الدول القربية بينما استخدمت تعبيرات المتلاعبة مثل اخفاء الحقيقة والكسب وافتقاه الى شفافية في الابلاق لاتحامس في اخلاق احوالها الحقيقية خلال تفشي كورونا وهذا ايضا يدل على ان مصدره ليس في الصين لذلك فقد تكون بداية تفشي الفيروس ابقر مما نتوقع يعني مو بس عنا هذا الفيديو بالحقيقة نحنا كمان عنا مقال طلع بالإيجا تايمز المخابر الامريكية الطبية اللي بصير فيها دراسات على الفيروس كمان مما تتقيد بالشروط والصحة والسلامة ويمكن يكون الفيروس اجا منهنيك بالتالي في اكتر من وسيلة عم تحاول الصين انه بعد تهمي عنا وتلزق بامريكا تحديدا معلومات متناقضة كلها بتقدمها نفس الاهل البرواجندا ومش شايفة الجيش الامريكي كان بيعمل حاجة هناك لا دا الفيروس مش من ووهان اصلا كله عبارة عن واحد بيطبش عشان ينقذ نفسه لانه شايف ان بعد نهاية الفيروس هيبقى في اسئلة جدية في العالم والعالم هيبتدي يسأل مين المسؤول ومين اللي لازم يدفع التمن وهيات بعد تغييرات في تعامل العالم مع الصين اشتركوا في القناة